يا مساء الخير وأهلا وسهلا بكم حلقة جديدة بتبدأ معكم من السادسة تحياتي لكم جميعا كل أهلوية اللي بيتابعونا النهاردة والبداية بدرس جديد من يومين أو من بداية الأسبوع كلمتكم على فكرة قنوات الاتصال المفتوحة بين ليفر بول وبين جدة بين نادي ليفر وبين المسؤولين في تحاد جدة في محاولة منهم لإقناع النجم المصري محمد صلاح بالانضمام للدوري السعودي واللعب بجوار نجولو كانتي وفابينيو وكريم بنزيم وقلت لحضراتكم أول إمباراحت حديدا خبر بيقول أنه الأندية السعودية مصممة على التعاقد مع اتنين من أهم لاعبي الدوري الإنجليزي عارفين الصفقات كده اللي بتعمل خلل يعني خروج دي بروينا وخروج صلاح من دوري الإنجليزي بالتأكيد يأثر على قوة المسابقة اتنين من أهم اللعيبة على مستوى العالم وتقال في الوقت ده أو في الخبر ده في تفاصيله أنه حتى لو لم تنجح لأن ده السعودية وتحديدا التحاد جدة في التعاقد مع صلاح الموسم ده فهو على أولى الاهتمامات وعلى رأس القايمة المطلوب ضمها للعب لصالح التحاد جدة في الموسم المقبل طبعا العرض وتفاصيله مش واضحة وإن كان طبعا عرض كبير جدا نتقال فيه أرقام خيالية معرفش إيه ممكن منها يكون صحيح وإيه ممكن ما يكونش غير صحيح لكنه يظل واحد من أهم وأكبر الأرقام اللي اتدفعت في لاعب على مدار تاريخ كورة القدم كلها وكانت هنا المغريات بالنسبة لي علامة استفهام كبيرة جدا هل يقبل صلاح هل الإغراءات ممكن يعني تنفع مع نجب بقيمة محمد صلاح الإجابة كانت واضحة وكانت حاسمة وتعالوا نشوف الميري سبورت ده اللي هبدأ بيه حلقة النهاردة ما حضرتكم قالت إيه واختارت عنوان إيه للعرض اللي تلقى محمد صلاح للانتقال لاتحاد جدا واللي أعلن رمي عباس وكيله من يومين أنه العرض ده تقريبا مرفوض keep your money keep your money والصورة طبعا لمحمد صلاح هو يمكن يكون على فكرة المنشت والعنوان الصفحة كلها على بعض اختيار ميري سبورت للصورة دي تحديدا لمحمد صلاح عشان يحطوها جنب يعني العنوان الرئيسي وإنه الأموال القادمة الأموال الكثيرة أو الطائلة القادمة من الصحراء تتوقف هنا خد بالك في ليفربول تحديدا ممكن يكونوا شايفين الموضوع بحساسية زيادة شوي ليه؟ لأنك بتتكلم على خمس أسماء من العيار التقيل انتقلت من خانة ليفربول لخانة الدولي السعودي ثلاثة من أبرز نجومه فابينيو ومعاه فيرمينيو الاثنين دول طبعا اثنين من الأعمال الأساسية ليفربول في السنوات الأخيرة معاهم كمان ستيفن جيررد المدير الفني للاتفاق معاهم روبي فاولر واحد من أساطير ليفربول في يمكن التمانيات والتسعينيات يمكن يعني ما خلتنيش الزاكرة وده بيدرب نادي القادسية السعودي في دوري الدرجة التانية وبالتالي فكرة نظرة ليفربول لخطف نجوم ليفربول في التدريب أو في الملعب بالنسبة لهم يمكن تكون شديدة الحساسات صلاح غير مهتم بالانتقال للدوري السعودي ويمكن لفت نظري كمان منشط صغير كده في آخر الصفحة بيقول أنه بايرن فريق باير ميونيك طبعا لن يقبل بلا كإجابة أو كرد على طلبه بانتقال هاريكين وده معناه أنه صفقة بتقترب جدا من البافاري في بداية الموسم خدوا بالكم إحنا بنستعد الكونتداون أو العد التنازلي بدأ بالفعل لبداية الموسم الجديد عندنا يوم الجمعة بداية أو انطلاقة الموسم البريمير ليج بطولة الدولة الإنجليزية وفيه كلاش كبير جدا هيكون برضو بين ليفربول وما بين تشالسي في الدولة الإنجليزية لكن ده معاده هيكون يوم الحد اللي جاي بتكلم على 11 أغسطس بداية سيزن إحنا إن شاء الله بإذن الله ربنا يدينا ويديكم طولة العمر 15 سبتمبر هي بداية الموسم عندنا لكن خليني أقولكم أنه على قصة ليفربول وعلى قصة انتقال صلاح تحديدا وعلى قصة انتقال اللاعبين الكبار والنجوم الكبار في أوروبا الدولة السعودية هيكون يلقى النهاردة مع واحد من أساطير الكرة الأيرلندية وكان واحد من أهم من جوم ليفربول يمكن في نهاية التمانيميات نجم أسطورة الكرة الأيرلندية جون أولدريج هيكون ضفنا النهاردة في السادسة هنستقبله على طول لكن خلونا نروح لفصل ونرجع نبدأ حلقات ليه ممكن تكون الميرسفورت أجريسيف أو يعني عضوانية بالشكل ده وهي بتكلم على خبر انتقال صلاح وليه بيبقى في حالة الفرحة الطاغية دي طبعا صلاح مفيش شك واحد من أهم من نجوم الدولة الإنجليزية واحد من أهم نجوم ليفربول على مدار تاريخه ومش بس في الفترة الحالية أو في الفترة اللي هو لعب فيها لما تتكلم على رحيل جوردن هندرسن لما تتكلم على رحيل فيرمينيو لما تتكلم على رحيل فابينيو على مستوى اللعبين مع وجود ستيفن جيررد ومع وجود روبي فاولر على مستوى التدريب طبعا لازم يبصوا على أنه إغراءات الأندية السعودية لنجوم الكرة في أوروبا أصبحت مصدر خطور لكن ليه أنا أقول شكرا صلاح وتعالوا نشوف ترجمة اللي حصل ده إيه لو تحبوا نتكلم فيها بالأرقام نتكلم لو تحبوا نتكلم فيها بحسابات العقل والمنطق برضو نتكلم لكن في النهاية ما تقدرش أنك أنت غير أنك أنت تقول شكرا محمد صلاح أنا أسعدني أنا قلت مبارح أنه أتمنى أنه صلاح يفنش في إنجلتر أتمنى أنه يروح لأبعد مدى لأنه قادر يحقق أرقام وبطولات وإنجازات هتكون واحد قدوة أو مسأل أعلى لكل الأجيال اللي جاية من لعبة الكرة في مصر وخدوا بالكم أن كتير أنا بشوف أنه الأغلبية ما عنديش نسبة وما قدرش أحكم على نوايا الناس ولا أدخل جواهم وعرف هم بيفكروا إزاي لكن كتير من الناس اللي بتلعب كرة أو رياضة عموما هدفها في الأول والآخر ممكن يكون المادة لكن صلاح مشي عكس الطيار وبحسابات الورع والقلم هبتدي لو اتفقت معك وهو واحد من أغلى نجوم الكرة في إنجلترا واحد بتقضى أسبوعيا تقريبا في حدود 400 ألف سترليني وده رقم كبير جدا في إنجلترا يعني لما بتكلم في الشهر بتكلم في حدود مليون ونصف مليون وستمائة ألف سترليني معرفش ده بالضرائب ولا من غير الضرائب مش هتفرق كتير يعني بتكلم في السنة تقريبا صلاح مرتبه السنوي حوالي 18 مليون تقريبا 18 مليون سترليني يقلوا شوية يزيدوا شوية بالإضافة شوية مكافئات بطولات أرقام خد هدافة خد جايزة يعني بسلطاته بابا غنوجه ممكن يقفل الموسم على 35 مليون سترليني هل من العقل والمنطق أن يرفض عرض على أهل تقدير سيبك من الأرقام الخرافية اللي انت سمعتها على السوشال ميديا لأنها بالتأكيد بعيدة عن الواقع لكن بالتأكيد نجم بحجم صلاح لن يقل بأي حل من الأحوال لا عن سيار سيفن لا عن رونالدو ولا عن كريم بن زيمة اللي يخليه يرفض 3 أو 4 أضعاف اللي بيتقضاها في إنجلترا في سبيل الاستمرار في ليفربول وهو تقريبا حقق كل حاجة لقب هداف حقق مرة واثنين وثلاثة بطول الدورة الإنجليزية حقق تشامبيونز ليك حقق يعني ما فيش حاجة تانية ممكن تتحقق إلا التواجد من حيث المادة ده بحسابات ناس كتير كده لكن صلاح حط قدامه ودي ما عنديش شك فيها فكرة الطموح اللي بجد فكرة إنه في وقت من الأوقات لما تبقى مؤمن بإنك أنت عندك رغبة في تحقيق ذات يبقى عندك رغبة في كتابة تاريخ من الصعب تكراره يبقى عندك رغبة في إن اسمك يكون من أساطير الكرة في إنجلترا وفي مصر لأجيال وأجيال وأجيال وإنك مدرك تماما لإنه قصة نجاحك هي مثل أعلى وقدوة لكتير من اللاعبين اللي مصريين اللي شايفين في محمد صلاح نموذج يحتزى به هنا محمد صلاح قدر مسؤولية كل ده وقرر أنه يستمر في إنجلترا هل ده معناه أنه مش ممكن نشوف صلاح؟ أنا بقول أنه ممكن واحتمال انتقاله السعودية وارد جداً لكن الأكيد أنه مش دلوقتي ورده ورفضه على انتقال في الوقت الحالي هو أبلغ دليل على تمسك محمد صلاح في المرحلة دي بحلمه اللي لسه ما انتهاش رغبة منه في استكمال مسيرة ولا أروع وإنجازات ولا أكبر حقيقة حققت فيه أهم وأكبر دوري في العالم مع نادي ليفر بول صلاح بيقول للي جايين من بعده أنه لو عندك حلم مهما كانت الصعوبات مش محتاج أحكي لك قصة صلاح من بدايتها مش محتاج أحكي لك حجم المعاناة اللي عناها عشان يقدم نفسه كلعب كرة في نادي المقولين اتصد اترافض جوا مصر حاول يبدأ بر مصر بدأ صغير ثم انتقل لنادي كبير جدا اسمه تشلسي ما نجحش فيه وكانت ضربة كفيلة أنا بقول لحضرتك لو في عشر لعيبة محترفين في مصر راحوا تشلسي ومشيوا منه ممكن جدا 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 يكون تفكيرهم الأول هو العودة إلى مصر مرة تانية واللعب لأحد النوادي الكبرى وياك فيه فخرا أنه في يوم الأيام لبس تيشرت نادي تشلسي ولعب في الدولة الإنجليزية حتى ولو لمباراة وحيدة ده يكفي من المجد فيه ناس كتير جدا ممكن تفكر كده لكن صلاح ما اكتفاش وقرر يخش أو يدخل قصص تحدي كتير جدا مرورا بقى في يورنتينا وبعد كده روما إلى أن جاءت الفرصة وكان الانتقال لليفربول وكانت قصة نجاح ستروى وتحكى لأجيال وأجيال هنا التأكيد على معنى مهم جدا وهو فكرة أنه مهم طبعا ما عنديش شك وما بقولش عكس كده وإلا تكون أنا بجذب على نفسي أنه المادة شيء مهم جدا في الحياة ومفيش حد بيشتغل في أي شغلانة وفي أي مجال لا يبحث عن المادة لكن فكرة أنه المادة تكون هي صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة فكرة أنه كل حاجة في الدنيا يتم اختزالها على أنها مجرد هدف أول وأخير أعتقد أنه ده الفكر اللازم يتغير عند كتير من لعبتنا ولازم يعرفه حتى اللي طالعين من هنا نجوم كبار وأنا عارف أنه فيه أوقات كتير جدا أسماء خرجت من مصر وهي أسماءها يعني ملء العين والبصر زي ما بيقوله مش محتاجين نجومية أكتر من كده لازم العقلية تتغير عشان تفهم أنه قصة الاحتراف والنجاح برا مش بالسهولة اللي ممكن تحققها هنا وتعامل المؤسسات المحترفة في أوروبا مختلف بشكل كبير جدا عن تعاملنا هنا مع اللعيبة في مصر صلاح كتب قصة نجاح من الممكن جدا ومن السهل جدا أنا بقولك شوف كتير من الناس هتشوف أنه لحققه صلاح ده شبه مستحيل أنه يتكرر لكن أنا بقولك أنا على يقين أنه عندنا في مصر اللي أحسن من محمد صلاح اللي عنده إمكانيات أفضل بكتير من محمد صلاح الفارق الوحيد بين وصول صلاح لأهدافه دي ونجاحاته دي هو عقليته واحد من أهم أسباب نجاحه هو رغبته الدائم في تطوير نفسه ولو بصيت في كل موسم من المواسم اللي حققها صلاح برا نجاحات كبيرة جدا فيها هتلاقي صلاح في كل موسم مختلف عن صلاح في الموسم اللي قابله جون أولدريج نجم إيرلندا ونجم ليفربول السابق هيكون ضفنا فيه السادسة ولكن بعد ما نفكركم به ونشوفه الكامب كليب لجون أولدريج موسيقى موسيقى جون أولدريج نجم الكرة الإيرلندية وهداف ليفربول في نهاية التامينات وضفنا فيه السادسة بداية طبعا بشكرك على مشاركتك معنا وأهلا وسهلا بك معنا في السادسة شكرا شكرا جزيلا لكم جون أولدريج بداية يهمني أسمع رأيك وانت كنت واحد من نجوم ليفربول الكبار والتاريخيين وخصوصا ليفربول يمكن يكون أكتر الآن دي تأثرا بالتجربة السعودية وانتقال نجوم أوروبا للكرة السعودية إزاي بتشوف قصة اهتمام السعودية بنجوم الكبار وإزاي بتشوف قصة انتقال ثلاثة من أهم نجوم ليفربول في الموسم الأخير لللعب لصالح الأندية السعودية أعتقد أن الأمر خاص بليفربول وأعتقد أن الأمر مؤثر جدا هؤلاء اللاعبين الذين ذكرت من أهم الثلاث لعبين في ليفربول في آخر سنوات أعتقد أن الأمر جيد للكرة السعودية وأعتقد أنه جيد لليفربول أيضا للاعتماد على اللاعبين الشباب في الفترة القادمة لدينا الآن وخصوصا سيظهر أكثر محمد صلاح بجانب اللاعبين الشباب رأيك إيه في قصة العرض اللقدم لمحمد صلاح للانتقال لأحد الأندية السعودية وإزاي شفت تعامل صلاح مع العرض ده ورفضوا لي وقراروا بالاستمرار في الأنفلد والبقاء مع ليفربول نعم الصلاح الأمر ليست غريبا على محمد صلاح هذا معتدر محمد صلاح هذه عقلية محمد صلاح أعتقد أن محمد صلاح لديه المزيد ليضيفه لليفربول معظم من الناس الآن يتوقعون لمحمد صلاح الاستمرار وأن ينهي مسيرتهم مع ليفربول أعتقد أن الأمر أن هذا لن يحدث الآن أن ينتقل محمد صلاح من ليفربول رأيك في قدرة ليفربول واحد طبعا استمرار نجم المصري محمد صلاح أتنين بقاء يورجين كلوب قدرة ليفربول على استعادة مستوى بعد موسم يمكن ما كانش ليفربول في أحسن مستواته قدرته على المنافسة على البطولات الكبرى في الموسم المقبل ما تراه الآن هو ما يحدث أعتقد أن النادي يحتاج مزيد من اللاعبين الأمر ليس فقط خاص بالمدير الفني والأمر خاص بحالة الفريق كل أعتقد أن الفريق قادر على العودة مرة أخرى أعتقد أن يوجد إمكانية كبيرة لعودة ليفربول للمنصة التتويج الرحيل أهاء أكتر من نجم يمكن الموسم اللي فات راحل ساديو ماني السنة دي بيرحل فابينيو فرمينيو جوردن هندرسن إزاي بتشوف تأثير الرحيل النجوم دولا على قدرة ليفربول على المنافسة ورأيك أيضا في التعاقدات اللي أبرمتها إدارة ليفربول في الموسم الحالي نتكلم طبعا على التعاقد مع ماك أليستر والتعاقد أيضا مع النجم المجري حسنا هكذا هو الأمر كل موسم انتقالات نرى من ست لسبعة لعبين خارج وداخل النادي هذه طبيعة انتقالات ليفربول ولكن لعب كماك أليستر أنا أحبه كثيرا أنا أعتقد أن سيحدث فارقا مع الفريق هو لاعب جيد جدا ولكن ليفربول يحتاج إلى لاعب خط وسط مدافع آخر بجانب ماك أليستر صلاح بدأ الحقيقة بشكل أكتر من رائع مع ليفربول في أول ثلاث مواسم وقدر يحقق معهم البريمير ليج وقدر يحقق معهم لقب الشامبينز ليج وقدر يكون هداف أساسا لمسابقة بريمير ليج لثلاث مواسم متتالية وانت كنت واحد طبعا من هدافين ليفربول يمكن في الفترة اللي انت لعبت فيها معاهم رأيك في قدرة صلاح على استعادة مكانته كهداف للبريمير ليج هل بتشوف أنه قادر يعمل ده ولا طريقة لعب أو تغير طريقة لعب يورجين كلوب هتأثر بشكل كبير على فرص صلاح في المنافسة على لقب الهداف وخصوصا طبعا مع وجود هالند صعب الأمر صعب من الممكن نعم ولكن أعتقد أن طريقة لعب منشستر سيتي تتيح للمهاجم فرصة أكبر عكس طريقة ليفربول فمحمد صلاح سواجه صعوبة خاصة بطريقة اللعب إذا كان مع منشستر سيتي سيكون أمام المرمى بشكل مباشر وإذا كان مهاجما فسيكون الأمر أسهل لإيرلين هالند لمهاجم لمنشستر سيتي ولكن هي الأمر يعتمد على طريقة لعب ليفربول محمد صلاح نعم لعب رائع بالفعل ولا نستطيع أن نتوقع ماذا سيقدم ولكن أنا متأكد أنه سيعود لقائمة هداف في البريمير ليج مرة أخرى هل الصفقات التي أبرمتها قدرت ليفر تكفي من وجه نظرك ولا مازال ليفربول في حاجة إلى صفقات أخرى كواليتي لعبين على مستوى أعلى عشان يقدر يكون عنده القدرة على المنافسة سواء في الدوري الإنجليزي أو في الدوري الأوروبي أو اليوروبا ليج بالنسبة لي فقط لعب خط وسط مدافع لعب خط وسط فقط بالنسبة لي بجانب ماكالستر وسبوسداي أعتقد أن هذا سيكون مهما للفريق إذا أردت أن تبدل أدوار بين كل اللاعبين بأدوار دفعية أكثر من ماكالستر الذي يتحل بأدوار هجمية سيكون الأمر أفضل كنت مع أو ضد بقاء يورجين كلوب والسمراره مع ليفربول نعم كنت معه هو واحد من أفضل المدربين في العالم من أكثر المدربين خبرة بالدوري الإنجليزي لسنوات عديدة الآن لا أستطيع أن أتخيل ليفربول بفترة مختلفة عن فترة يورجين كلوب الموسم الأخير كانت المنافسة واضحة وصريحة على لقب بطولة الدوري بين السيتي والأرسنل وكان من بعيد يمكن يو كاسل ومانشستر يونيتد هل تتوقع أن المعادلة تختلف في السنة دي وأن ليفربول عنده القدرة على المنافسة على لقب البريمير ليج نعم أعتقد أن العام القادم سيكون سيكون المنافسة الأكبر ليفربول سيكون منافسة طويا تشيلسي سيكون منافسة قويا أرسنل سيتحسن نيو كاسل سيتحسن منشستر يونيتد أعتقد أنها سيكون في نفس المستوى أعتقد أن المنافسة صعبة فرص ليفربول فيه طبعاً هو هيشارك السنة دي مش هيشارك في دوري الأبطال او مش هيشارك في الشامبينز ليج لكنه هيشارك في الدوري الأوروبي اليوروبا ليج رأيك في قدرته على تحقيق اللقب نعم نعم ليفربول دايماً لديه القدرة على الفوز ستكون تجربة رائعة أن يفوز ليفربول باليوروبا ليج سيكون صعباً يوجد منافسة قوية ستكون منافسة صعبة مع باقي الأندية الأوروبية ولكن ليفربول هو أحد الأندية المفضلة للفوز بالبطولات هل بتشوف أنه عنصر الخبرة قل بشكل كبير مع رحيل القوامل الأساسي أو اللعيبة اللي كانت أعمدة أساسية في الفريق زي ساديو ماني زي روبيرتو فيرمينيو زي فابينيو زي جوردين هانديسون كابتن الفريق السابق طبعاً هل بتشوف أنه ده ممكن يأثر على خبرات الفريق خصوصاً لما نتكلم على المشاركة في بطولة أوروبية نعم أعتقد أنه ولكن أعتقد أن الفريق الآن لديه خبرة كافية لدينا فاندايك لدينا أليكساندر أرنولد مكالستر طبعاً لديه خبرة كبيرة محمد صلاح لعب ذو خبرة جوتا أيضاً بالنسبة لي أعتقد أن الفريق محاط باللعبين ذو الخبرة أعتقد أنه لن يفتقد هذا العامل توقعتك للموسم المقبل بالنسبة للشكل الجديد اللي هيظهر به ليفر بول مين ممكن تراهن عليه وخصوصاً من الأسماء اللي انضمت سواء حديثاً صفقتين لأبرامتهم إدارة ليفر بول أو من الصفقات اللي تعاملت قبل كده زي كودي جاكبو الهولندي الدولي زي لويس دياز مين تتوقع أنه يكون لي دور مهم أو مؤثر مع الفريق أعتقد أنه سيكون محمد صلاح على وجه العموم محمد صلاح هو الأفضل في السنوات الماضية وسيكون الأفضل في الموسم المقبل هو يبدو يبدو وكأنه يريد أن يحصد كل شيء مع الفريق يعمل بجد ويبدو القصارى جهدي مع الفريق هو يحصل على مبتغى في نهاية الأمر لو سألتك عن توقعاتك لنسخة اليورو عشرين أربعة عشرين اللي هتقام وتصدفها ألمانيا أبرز المنتخبات من وجهة نظرك طبعاً للمنفسة مش هقول مين اللي يفوز باللقب لكن أبرز المنتخبات اللي ترشحها لتحيي اللقب أعتقد أن طالما منتخب بلادي بعيدة عن المنافسة وأعتقد أني لن أصلي سعنا تحدث عن اليورو بمناسبة منتخب بلادك أنت يمكن شاركت مع منتخب أيرلندا في بطولة كاس العالم أربعة وتسعين أنا فاكر يمكن وكان ليك واقعة شهيدة جداً أصرت حالة جدل تغيير لمنتخب أيرلندا كنت واحد من الأسماء اللي هتدخل الأرضية الملعب وحصل يعني مش عارف اشتباك مشكلة بينك وبين حكم المباراة ولكنك نزلت في الوقت ده وقدرت تغير أنت والزميل بتاعك التبديلين اللي هزوا في التوقيت ده قدرت تغيره من سيناريو المباراة فاكر القصة أو فاكر الواقعة دي نعم بالطبع بالطبع كانوا لا يريدون أن يشركوني في ملعب المباراة أنا أردت أن أشترك أنا يفترض أن أشترك مع جيسون ما كتير والحكم قرر أن يجعلني أنزل وكنت غاضبا كثيرا وقام بالعراق مع دكة البودلاء ولكني نزلت وجيسون صنع لي الهدف وأحرصت هدفا أمام المكسيك في دور المجموعات وكان هدفا طائرا كان هدفا جيدا لي ولكن كانت نهاية سعيدة فقط تأهلنا أعتقد أن هذا كان أمرا صعبا علي وعلى جيسون بالتأكيد خليني أسألك بعد فترة طويلة جدا عاش فيها العالم كله فترة أو مرحلة ليو ميسي في مواجهة كريسيان ورونالدو الاتنين يمكن ابتعدوا عن المشهد بصورة كبيرة انتقال ميسي للوقات المتحدة أو انتقال رونالدو للسعودية مين هي النجوم الأبرز أو النجوم القادمة اللي هتتنافس على لقب الأفضل في العالم من وجهة نظر جون أولدريج أعتقد أن ميسي هو أفضل لاعب في التاريخ بالطبع أعتقد أنه لا يعود أعتقد أن لدينا لاعبين كثر جيدين ولكن ميسي ورونالدو لا يعودون وإن كنت أفضل ميسي أعتقد أن أمبابي سيكون نجم المرحلة الفترة القادمة أنت لعبت في زمن كان الأسورة الأرجنتينية دياغو أرماندو مارادونا في الملعب والمقارنة دائما حاضرة بما أنك أنت زملت أو لعبت في نفس التوقيت اللعب في مارادونا وفي نفس الوقت تبعت أكيد طبعا مشوار ميسي مين الأفضل فيهم؟ ميسي أو مارادونا؟ سؤال صعب لكن مارادونا مارادونا الأفضل هو بيلي ومن ثم مارادونا وميسي رقم ثلاثة ومحمد صلاح رقم أربعة بمناسبة ليفر بول خليني أكتب معك بالسؤال ده في الوقت اللي أنت كنت بتلعب فيه أو الفترة اللي أنت كنت بتلعب فيها سوفي ليفر بول في الدولة الإنجليزية أو في العالم كله كانت المهارة محل التأدير كبير جدا وكان فيه عدد كبير جدا من كل الجنسيات الحقيقة نجوم كبارة على أعلى مستوى ليه اختلفت أو إيه الاختلاف من وجهة نظرك بين الكرة في الفترة اللي أنت كنت موجود فيها في الملعب والكرة اللي احنا بنشوفها النهاردة أعتقد أن طبيعة اللاعبين وطبيعة الناس الآن تحب تحب طور المباراة أن يكون سريعا وأن يكون الأمر جماعيا أكثر الكرة الآن أسرع من ذي قبل ولكن في الماضي لم تكن بنفس سرعة كان اللاعب فرديا أكثر أنا من وجهة نظري أفضل الكرة القديمة كنا نمارس كرة قدم عظيمة من وجهة نظري جون ألدريج استمتعت بوجودك معنا في السادسة بشكرك شكرا جزيلا طبعا واحد من أهم نجوم الكرة الأرلندية على مدار تاريخها واحد من أهم نجوم ليفر بول كل الشكر لك على وقتك وعلى مشاركتك معنا وكل التوفيق للليفر اللي أصبح ليه قاعدة كبيرة جدا عندنا من الجماهيرية والمتابعة بفضل المو النجم المصري زي ما بيسموه في إنجلترا محمد صلاح فاصل ونرجع نتكلم في موضوعات كتير الحقيقة عندي أكتر من ملف حابب أطرحه مع نجمنا النهاردة اللي بيشرفنا النجم الكبير كابتن عمر الحديدي هيكون ضيف عليها في السادسة بس خلينا نستقبله وبعاكه نفتح الملفات ونتكلم فيه موضوعات طبعا من غيره والأهلي هو أحد أهم وأكبر مصادر السعادة لكل جماهير ولا حقيقة أجمل ولا أحلى من موسم مليان بالإنجازات بالتأكيد الأهلي حاضر معنا وواحد من أهم ملفاتنا ساعدنا للموسم الجديد حجم وشكل مشاركة الأهلي في البطولات مركاته الأهلي سواء بالعائدين بعد غياب من إعارات أو إصابات أو الصفقات الجديدة لكن كمان يهمني النهاردة قوي أتكلم في شكل المسابقة بتاعتنا شكل بطولاتنا المحلية هل تقدر تقول عليه موسم ناجح؟ هل تقول عليه الشكل الأمثل؟ أو اللي كلنا بنحلم أنه تظهر عليه البطولات المحلية سأكون نتكلم على دوري أو على كاس وجديد النهاردة الحقيقة دوري المحترفين اللي ما بقيتش فاهم بقى لغة رتم كبيرة جدا هي الأمور ماشية إزاي؟ ماشية وبيحكمها المصلحة العامة ولا المصلح الخاصة؟ تحدي الكهرة ولا الأندية؟ الربطة ولا المسابقات؟ يعني قصة الحقيقة داخلها في مرحلة غريبة وعجيبة ما لهاش تفسير أو تبرير منطقي عني عندي لكن خليني أسمع رأيي كابتن عمر الحديدي ضفنا ونجملنا النهاردة في السادسة في كتير من الموضوعات والملفات بسأخير كابتن عمر نور الدنيا طي خليك مبسوط موسم مردي بالنسبة لك؟ طبعا ولا أجمل طبعا من الأهلي حقيقة السنة دي يعني موسم استثنائي لا موسم استثنائي لفكر كولر يعني احنا بنقول الصفقة الناجحة للنادي الأهلي موسم 2220 هو مرسل كولر الراجل فهم الدرس كويس قوي شاف من المواقف اللحصة المسيماني هو تلاشاها استبعد السلبيات وخلف الإيجابيات حقق التارجة المطلوب ست بطولات بعد كسر عامل الأندية هو كل حاجة شارك فيها حققها شخصية النادي الأهلي ظهرت على الراجل وشخصية الراجل ظهرت على اللعيبة كل واحد فيهم قدم أوراق اعتماده وكلنا شفنا أوراق اعتماد النادي الأهلي كلعيبة شكلها إيه وكمرسل كولر شكله إيه صحيح طيب قبل ما ندخل في الملفات دي خلينا استعرض معك يعني مجموعة من أهم أخبارنا النهاردة منها طبعا اللي يعلاقة بالأهلي ومنها اللي يعلاقة بالمنتخب ومنها اللي يعلاقة بمسابقة الدوري والإعلان عن الأرعى وبداية الانطلاق خلينا أبدأ بأخبار الأهلي والكلام طبعا على العائدون من الإصابة إحنا طبعا ختبنا الموسم ده ويمكن كانوا اتنين من أكتر اللعيبة تأثير ومشاركة مع الأهلي لولا الإصابة اللي حرمتنا منهم بقية الموسم الكلام على أكرم توفيق وعلى كريم فؤاد وأكرم تحديدا حاليا بيخوض تدريبات منفردة كابتن عمر أمور السلية مطمئنة جدا وإن شاء الله هيبدأ فترة إعداد متولي فك الجبس بتاعه كريم في المراحل النهائية من البرنامج التأهيلي بتاعه شايف إزاي عودة الأسماء اللي غابت على النادي الأهلي الموسم الأخير بسبب الإصابة والإضافة اللي ممكن تكون على سكواد الأهلي في الموسم الجديد بصوز أحمد أول حاجة لعبت النادي الأهلي تلاحم المواسم وضغط المباراة اللي كانت كل تلات يوم مباراة خدنا وقت بقى كبير قوي أن نشوف لعبتنا مستريحة الجزء اللي خد الأجازة بتاعة الـ 21 يوم والجزء اللي بيأهل نفسه عشان يخش مع اللعبة فترة الإعداد أكرم كنت بتعمل فترة يعني في الوقت بتلعها فيك الأهلي بيعمل فترات الإعداد براء صح أه كلها براء كلها براء خمس سنين كانت براء خمس سنين كل قبل موسم أهلي يطلع 90% كنا في ألمانيا 90% في ألمانيا في الوقت ده كانوا أغلب المديريين فانيين ألماني لا كان أول سنتين ألان هاريس بعد كت تاني سنة وثالث سنة ثالث سنة ورابع سنة هولمن رابع سنة تسوبل جوز ألماني وجوز إنجليز بس كانت معسكرات الأهلي بيميت بيحب المدرسة الألمانية يعني احنا مرة من دمن المعسكرات اللي احنا سفرناها في معسكر فيهم كان أول سنة الهولمن وكن كلنا يعني غرب عنه كان التقرير اللي مكتوبة عن اللعيبة من ألان هاريس هو كم مش بياخد بيها يعني بس بيقرها بس فعمل مباراة وهو ده في قط اللبسي بيقول لنا جماعة أنتوا هتلعبوا فيرة هامبورج وخلوا بالكو ده تالت الدور الألماني فانا لو خسرته خمسة ستة ما تزعلوش احنا زعينا وحنا في روضة اوه بيأهلكم نفسيا زيوا كده احنا جوا نفسنا زيوا كده احنا مدير فني اللي جاي يقول لنا هنشيلو خمسة ستة قصة المعسكرات الخارجية دي تحرمت منها الفرقة لسنين طويلة جدا يمكن السنة دي فيه تركيز لسه بنقول تلاحهم المواسم دي خلت النادي الاهلي حتى تاني ولا خارجية انت حتى فترة الاعداد اللي جاي فيها مرس الكولر هو عمل ايه عمل اليوم الطويل جوا النادي الاهلي ما عملش معسكرات مغلقة عمل اليوم الطويل بس بتفرق كابتن في بداية موسم يعني انها الفرقة تبقى قفلة على نفسها المدير الفني بيشتغل معها 24 سبعة زيما بيقولوا او 24 سفن انت بتعمل القصة كلها شغل واعداد للمسلم انت بتعمل خطة زمنية في الشغل بتبتدي اتشغلت بعرفة الماتشاط اللي هتعملها فترة الاعداد هتوصل للعيبة لدرجة 80% لغاية ما يخش او 70% لغاية ما يوصل للمباراة الودية بتجيب المية في المية بيصحح اخطاءه من البطولة دي الراجل في الفترة دي كلها كان بيصحح اخطاءه شافهي يعني كولر حتى لو هو ماسك النادي الاهلي بيصحح اخطاءه شافهي ما عنديش وقت ما عنديش وقت دلوقتي انا عندي وقت اعمل حاجة باقي هي الطرق الجديدة اللي اهل يلعب بيها احنا كلنا شوفنا طريقة 4-1-4-1 اللي هو نفذها يعني زي زمان كان ميستر فايتسا ماجيه عالج الكورة المصرية وقال لك 3-5-2 كلنا استغربنا ايه اللي بيلعب سرد باكين دلوقتي الراجل بيشتغل على الورق 4-3-3 وفي الملعب وفي التنفيذ 4-1-4-1 مين اللي نجح له دي؟ مين اللي كان نفسه الاهل يلعب 4-1-4-1 انا وانا اه طبعا مين بقى اللي نجح حاله؟ مروان عطي؟ يعني الحتة دي بقى زي الواحد ده اللي يقدر يسعير في وراء الاربعة ما بين عبد المنع مياسر او متولي او الاسماء اللي موجودة بتلعب في الحتة اورامي ربيعة مع الليبرو المقلوب اللي هو كان بيعملها منو الجوزيف وجود تشام غالي ودلوقتي بقى بيعملها كولر في موجود مروان وشوفنا تحرير للاعيب الارتكاز التالي اللي كان في الاول حمدي وكان ليه ادوار هجومات جيرة جدا 6 بقى 8 وبعدين ديانج ما بص 6 اللي هو حمدي فتحي بقى 8 و 6 كان قاله ديانج بقى 8 والغريب ان 8 هو اللي بقى 6 مروان في الاتحاد كان هو 8 رجع ل 6 فالمركزية والروتشن اللي بيعملوا الراجل ظاهر قوي شوفنا قاله ديانج مع تاو شوفنا حسين الشحات مع علي معلول شوفنا الربط شوفنا القندوسي شوفنا افشا شوفنا حاجة كتير هاجي اتكلم عن كولر والفرقة طبعا نضيها وقتها وحقها وعن المركات والصفقات بس خليني روح لمنتخب مصر فيتوريا مفترض يرجع القاهرة خلال 48 ساعة هيعمل معسكر للمنتخب عنده مطشين في سبتمبر مطش رسمي تصفيات افريقيا اللي احنا ان شاء الله خلاص وصلنا يعني بس المباراة رسمية مع اثيوبيا اثيوبيا احنا لدينا عندها طار تمام بعد الخسارة هناك في اثيوبيا وفي مباراة دي مع منتخب تونس الراجل طبعا بيحضر لبطولة افريقيا او بيحضر لتصفيات كاس العالم شايف مشوار المنتخب ازاي في ظل اجندة صعبة جدا للانديا المصرية في الموسم اللي جاي بص سوز احمد وازاي معلش وازاي هيأثر ده على مشاركتهم مع منتخب مصر بالذات الاول يعني اوليمبيا انا عارف ان معظم العناصر بتاعته او اغلبها مش هيبقى عليها لوت كبير قوي او مش تبقى مستنزفة بدنيا وهي رايحة الاوليمبياد لكن منتخب اول عناصر كلها تقريبا هتشارك في عدد كبير جدا من بطولة المسلم لعب 14 لعب في ندل الاهلي الاهلي اكتر واحد هيدفع فتورة ما منهم المحليين ومنهم المحترفين اذا الو ديانج ولا معلول ولا القندوس كل دول محترفين ولا تاو بص فيتوريا جاري معلول وتاو وديانج دول اساسي منتخبات لو فكرت في القندوس هتلاف الجزاء وكريستو وقندوسي وحتى رضا وارد جدا بزبط في امم افريقيا تتكلم فاكتر من 15 لعب ففيتوريا جاري عنده من الملف بتاعه هو كان عايز مرحلة معينة اشتغل عليها الفترة اللي فاتت حقق المطلوب ان هو هيلعب يبتدي بقى يعني زي ما يقولوا بقى يفلتر الشكل العام عشان يطلع بالشكل النهائي اللي هيلعب بطولة افريقيا الشكل العام بقى اي هو اللعيبة 90% مفيش مدير فانيو الزحمة في مصر يجي اجنابي او مصري ما عندهش قوام ثابت في زهنه من اقل مش اقل من 7 ا 8 اللعيبة موجودين مع تغيير عنده مشكلة في خطة فاعه حجازي والوينش اتعادهم عن المشاركة ما يعملش صداع لفيتوريا شوية في خطة فاعه محمد عبنعم ده ايه محمد عبنعم هو محمد عبنعم خطة فعله واحده محمد عبنعم هو يشيل فرقة لوحده نتكلم بواقعي راجل لعيب كويس اي حد جنبه يقدر يسند اه اي حد جنبه يعني انت دلوقتي عندك حجازي عنده الاصابة الوينش عنده الاصابة ياسر براي اه انا بسألك في نقطة جميلة الاتنين عندهم كيميا لايقة مع بعض عشان بلعبوا في نادي واحد فنسبة لاستمرارية اللعب تخلي الانسجام موجود محمد هاني موجود ومين من برى الاهل والزمالك كابتن عمر من برى الاهل والزمالك كابتن عمر يعني مين مدافع لفة نظر debوا من برى الاهل والزمالك اي حد جنبين اووووووووو حتة المساك اللي بيجيد القوة والالتحام والألعاب اللي هو أسامة جلال واحد أسامة جلال بعيد شوية أسامة في الفترة الأخيرة ماشي ما هو بعيد أسكر أسمائها ماشي ماشي محمود مارعي محمود مارعي فيوتر في حكم أعتقد تسموح تسموح أحمد حكم أيوة أنا أقول لك أنا ذاكرتك كويسة أه عبدالله بكري في الأول مين؟ عبدالله بكري في الأول أه يعني برضو فيه لعيب بيفرق مع المدرب بتاعه بيزوده يمكن كابتان طرق العشري طلب التعاقد معه أنه يبقى موجود معه من ضمن الأسماء الموجودة مع فرقة التحاد سكنداري تمام أه عمر فايد وصغر سنه عمر فايد مأولين من صغر سنه معك كم دلوقتي؟ خمسة شكرا طيب شايف منتخب مع روي فيتوريا راح أمم أفريقيا نفس على اللقب؟ أم منتخب مصر لسا بعيد؟ أه أقول لك على حاجة التجميعة والانسجام وصلاح ومرموش وتريزيجيه القمشة اللي موجودة كابتان عمر قمشة كويسة قمشة كويسة طبعا كاس العلم مش هنتكلم فيه كاس العلم بالمجموعة اللي معنا دي إحنا لو موصلناش نلغي النشاط ده صح؟ طبعا يعني مفيش مفاجأة طيب خلينا روح مع حضرتك لاتحاد الكورة اتحاد الكورة عندي هنا قرارين عندي حاجة تابع الاتحاد ادار اتحاد الكورة المصري وحاجة تابع ربطة الاندي اتحاد الكورة المصري قرر ان هو يتم النهاردة غلق باب القيد للموسم 23-24 بعد مد المهلاك يفترض ان ده يحصل يوم السبت لكن تم المدة لغاية يوم الثلاثة النهاردة والقيد هينتهي في يوم 14 سبتمبر قبل بداية الموسم بيوم واحد قبل بداية الموسم او قبل بداية الدوري انطلق الدوري بيوم واحد يعني اخر يوم هو اليوم اللي ما قبل انطلق الدوري انطلق الدوري بالزبت كده ومفترض انه الربط اعلنت انه قرعة الدوري المصري هتبقى يوم 15 اغسطس وبداية الدوري المصري هتبقى 15 سبتمبر والديلمة اللي احنا بنقول عليها كل موسم طبعا واللي مالهاش مش عارف حلها ايه بصراحة يعني مش عارف حلها ايه هي فكرة انه جدول الدوري شهر بالزبط كده لكن لن يتم الاعلان عن جدول كامل للمسابقى برضو نظرا لعدم معرفة القائمين على اجنة المسابقات بارتباطات الاندية المصريية اللي هتشارك في البطولات الافريقية هو في الاخر خالص احنا هنحط البرنامج على ارتباطات الاندية محققها يعني عارفنا الاربع فرق اهلي وبرنامج ايه امتى بره امتى جوه ادوار الاقصائية تواريخها ايه النهائيات ده هم فيه حد يلعب غير الاربع فرق اهلي وبرنامج طبعا احنا عارفين مين يلعب افريقا و مين يلعب كونفدرالي اه اسكن كل الجدول واسب الايام او التواريخ اللي هيبقى فيها الاربع عندها دول حتى لو تأجلهم مباراة اعمل الدوري كله عادي مجرى بقى اعمل الدوري من غير محترفي يعني الناد الاهلي دلوقتي محقق حاجة معينة هيلعب دلوقتي هيرجع من الحاضر دولي غير محترفين يا كابتر عمر يعني دلوقتي مثلا انت دلوقتي مرتبط بروي فيتوريا بجدول معينة اه الاهلي برمد الزمالك فيوتشر هيلعب افريقيا الاربع فرق لو تأجلهم الماتش بتاعهم ايه المشكلة بس الجدول محطوط انت عارف ابعاد الموضوع وعارف الاتحاد الافريقي والفيفا هيحط الجدول ازاي انت عارف المواعيد اللي بيتلعب فيها يعني اصد كابتر عمر ان انا حط الجدول كامل جدول الفرق كلها ولما يبقى ينزل جدول بطرق افريقيا ابقى اعمل تعديل بس انا ابقى حطيت جدولي من البداية حطيت فكري من البداية مشروعي اللي انا هكمل بيه السنة بتاعت تلاتة عشرين اربعة عشرين من البداية ودخل فيه اموم افريقيا ودخل فيه موضوعات كاس العالم احط كل حاجة احط كل حاجة ما هي كل الدول بتعمل كده سيد احمد احنا ليه بنيجي في الاخر نقول اصلا ارتباطات الاندية انا مش عارف الاندية هتلعب امتا اذا كان افريقيا او الكون فدرالية ما هي طول عمرات تتلعب بقالها سنين مفيش جديد يعني مفيش حاجة هتضاف جديدة على الجدول اللي هيتعامك انت حط جدولك وحط البرنامج بتاعك من اول و الاخر و بعد كده العدد سهل ان انا هشيل وحط اشيل وحط ده سهل مش بعيد ان مش كل ال 18 فرق بتلعب في افريقيا او في الكون فدرالية ده هم اربعة فدرالية بس صحيح طيب خليني اخذك لنقطتين كابتن عمر في الدقاء عايزة اكلمك النهاردة على بطولة الدوري واحد تقييمك للمسم الاخير سيبك بقى من المنافسة وسيبك من الاندية بكلمك على شكل البطولة على قوة البطولة على مردود البطولة على مستوى الاماشة اللاعيبة اللي افرزتهم البطولة على مستوى الخمات اللي ممكن تبقى اضافة لمنتخبات مصر اوليمبي او احنا عندنا سنة جاية مهمة جدا او على مستوى المدربين وعلى مستوى قوة البطولة ككل مقارنة بالدوريات اللي حولينا الدوري العام اول حاجة انت يعني الراجل لما جيه كيف نفسه المشاة اللي موجودة في الناد الاهلي لا قبل ما كلمني على الاهلي كلمني على الدوري نفسه شايف الدوري بطولة ناكحة ايه اهم ايجابياتها اللي فدها ايجابياتها وايه سلبياتها ايجابياتها أن الدور يمشي بانتظام عدل مباريات الخاصة بالنادي الأهلي أو بالنادي الزمالك أو فيوتشار أو ببيراميدز للارتباطات بتاعت أفريقيا أو كونفدرالي ماشي يا سليم تحكيم كم على عشر أيام مارك لادنبرج كنا بنتكلم في تمانية ونص الراجل الجديد بريرة قلت بقى سبعة ونص سبعة ونص حضور جماهيري النادي الأهلي السبب يبقى 100% من أول مباراة الوداد ومباراة الهلال طبعا احنا عرفنا الناس وبعتنا صورة مشرفة لجماهير النادي الأهلي في المدرغات وصلنا إلى 55 و60 ألف كلام هايل بعد كده الحاجات البسيطة الضغان والأحقاض البسيطة اللي بتسبب مشكلة من لا مشكلة تتوقع أنه يبقى فيه زيادة لحضور جماهيري للمساهم اللي جاء المفروض أن المسأل بيتضرب بالنادي الأهلي في الأول الأدي أكبر كم جماهيري من جماهير النادي الأهلي ما سببتش مشكلة أو الحال كان فيه التزام من جماهير النادي الأهلي وفيه التزام من الاستقبال اللي موجود كابتن أوليد عبدالوهابي اللي موجود في الأستاذ ما كانش فيه مشكلة ما عتقدش فيه مباراة الأهلي كان فيها مشكلة على مستوى أفراقي على الأقل يعني العدد الأكبر لو سألتك سؤال هل فيه لعيبة عندنا شفتها أنت في الدوري وبعيدا برضو عن لعابة الأهلي تحديد لعابة الأهلي كلها تقريبا كلهم جالهم معروض هل شفت لعيبة في الدوري المصري أنت تتكام على منافسة بين 18 نادي منهم أندية استثمارية ومنهم أندية شركات حجم إنفاقها كبير جدا ومنهم أندية جماهيرية لها تاريخ كبير وليها جماهيرية كبيرة جدا هل شفت أنه الأندية دي استفادت من البطولة فنين أو مادين لا مادين لأ خذنيه في التانية مادين لأ يعني يفيه لعيبة كتير أو يمكن أكتر واحد لفت الأنظار هتلاقي كم لعيب في كل نادي لاعب في كل نادي هتلاقي لفت الأنظار ما بولوله في الاتحاد سكنداري أجبرهم سنن 31 سنة وهذا في الدوري 16 هذا لو جيت بسيط بقى في الفرقة التانية ممكن أقول لك نتزا مالك كان في استفادة لسف الجزيري والمسلوس أنهم انضموا المنتخب وهم بلعبوا في ناديهم كحتة إضافية لهم مصطفى فتحي فرق مع بيرانز ولفت الأنظار من الاتفاق السعودي اللي وجوده مع بيرانز كان يده عليا يعني موجود الديفندر بتاع المصري حاس أنه لعيب كويس عطارك عطاك اسمه إزي إيميكا لعيب كويس أوريك بتاع المحلة أحمد الشيخ لفت الأنظار كويس أوه في الأول هو مش فرود دا تحت الفرود لفت الأنظار أيام بابا فصليو وبعد كده ما حصل أنه مش وبعد جابتنا عبدالبايا جمال وبعد كده كابت رضا شحاتا ابتدى يقل رغم أنه كان من ضمن الهدفين الدور كان ماشي بالتساوم مع مجولول وزيزو بتقدر تقول برضو يعقوبه باكليفت بتاع فرقة البنك كوستوفر باكليفت كويس بتاع فرقة أنديت الشركات دي كابتن عمر أضفت لبطولة الدوري أو أفقدتها جزء من رونقها من حلوتها من قوتها يعني شايف أن التجربة دي إضافة خدت الدوري تلعب به فوق ولا للأسف أريد نظرك أنت خدت ونزل الطلوع بيبقى العدد كبير أنت قدت الأندية الجماهرية كتير جدا خد بالك أنا بقيس على إيه أنه الموسم الأخير ده الأندية الشركات أو الأندية الاستثمارية دي تفوقت على الأندية الجماهرية يعني أنت لما تبص على المركز التالت والرابع في مصر النهاردة تقصيك أنه زمانك شوية بره المنافسة لكن المربع الدهبي في فيوتشورو بيرمتز ده ملك خاص أه يعني يعني الاتنين مش أندية جماهرية متدرشوا عليهم أندية جماهرية أو أندية شعبية الهبوط عندك لا عندي شك في ده أنا بس بقيس في الآخر العيبة كثيرة جدا بسها كابتن عمر أنا ما عنديش مانع أن كل أندية تشري العيبة كبيرة جدا لكن عندي مانع في فكرة أنه أنت بتصرف ده واحد من الاثنين يا إما أنت أيكس أمستدام وبروسيا دورتموند بتجيب لعيبة وتبيع لعيبة تكسب فيهم والبطولات دي مش بالنسبة لك مش نمرة واحد يا إما أنت بتصرف ريال مدريد وبرشلونة ومشي السلسيتي عشان تجيب ألقاب وبطولات لكن تكون بتصرف كل ده وإنت ما فيش أي مردود مالي أو مردود فني أو مردود معناوي حضراتك بلاتي بتقول لي أن ريال مدريد وآيكس مين اللي جاب عدد من اللعيبة وكسب فيهم عدد كبير من المبلغ المالية كاستثمار مالي أكس أمستدام لا ده أنا بتكلم بره إيه اللي جاب الألعة جنبا البحر مش هتكلم أنا في اللي بره أنا بتكلم على اللي جوه عندك على فرق كل سنة بتطلع من عندها نجوم وتبيحهم بملايين جود بيلنجهام طالع من بروسيا دورتموند السنة دي بشعف بمية مليون قبل منه عثمان ديمبلي طالع لبرشتونة بكم مليون قبل منهم ليفندوفسكي بكم مليون قبل منهم حكيمي عندهم 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 مين بيعمل ده فرص؟ وفي نفس الوقت بشتري البديل وبيعوضني ده وفيه بيشتري عشان يحقق بطولة طوال نشاط الرياضي ده معفي من الضرائب يا كابتن عم؟ لا مين قال كده مش معفي من الضرائب؟ لا طبع يعني أقصد أقول إنه عيب على ميزانيات الشركات إذا ما كانش فيه مقابل لي مادي أو أفاني أي نادي بيختار العيب أو بيشتري العيب بيقول له مثلا المبلغ المالي سين عشرة العشرة دولوا معهم الضريبة بتاعتهم بيوصل الى 14 أو 18 ما هو بقى ما بتحمل الضرائب؟ أقول أن دي بتكسب إيه كابتر عم؟ لا والله بتكلم جد أنا مش ضد التجربة عشان بس نبع فيه أنا اللي نفسي أو يعني من وجهة نظري المتواضع جداً واللي ملهاش يعني مرضود كبير إنه فكرة لسبونسورشيب أو فكرة إنه الكائنات الاقتصادية أو المستثمرين أشخاص كانوا أو شركات أو هيئات لما يجوا يستثمروا في مصر يبقى استثمر في أندها شعبية اللي هي بتعاني يعني نروح استثمر في الترسانة استثمر في نادي الأوليمبي استثمر في نادي المنصورة استثمر في نادي بلدات المحلة هو بيلعب ممتاز به؟ أخذ واطلع به ممتاز به على فكرة هو فيوتشار طالع من إيني على كابتر عم؟ ماشي! فيوتشار؟ لسه طالع من سنتين ما هو طالع من سنتين؟ بناء على إيه؟ إنه أخد اسم نادي؟ أه؟ أخد اسم نادي تاين؟ كان نادي دخ فيه استثمار وكان نادي شركات برضو لكن أعصد أقول لو الفلوس دي تتحط في نادي المنصورة مثلا ويطلع من دوري الدرجة التانية لدوري الدرجة الأولى بدون مصالح بدون مصالح كله مستفيد لا تتحط كده إن أنا لو فكرت إن أنا أعمل استثمار في حاجة معينة أختار أعمل مشروع خطة ثلاث سنين أو خمس سنين واشتغل سنة بسنة واشوف إيه النواق الصليلية واجبها ودعمها وإيه العدم الاحتياجات أستبعد السلبيات وخنف الإيجابيات كل الأشخاص تبقى بتقرب من الموضوع عشان النجاح النجاح يبقى شكله إيه النجاح يبقى وأنا بكلم حقيقي النهاردة فيه قرار تاريخي في الجزائر الدولة خدت قرار إنه قطاع البترول في الجزائر يبقى هو الراعي والمصدر أول للإنفاق على رعاية الدور الجزائري رعاية الأندية الشعبية في الجزائر يعني تعرف طبعا نادي وفاق سطيف طبعا ده نادي وفاق سطيف تم امتلاكه الواحدة من شركات البترول أو شركات النفط في الجزائر وهي اللي هتتولى الإنفاق عليه وإدارته وبالتالي في محاولة للحفاظ على الأندية الشعبية وهذا أنا بقوله يعني فكرة لكن أنا لازم أسأل برضو نفسي يعني وكل واحد طبعا حر أنا مقدرش أتحكم في مستثمر كان بالعكس نفسي كل اللي عندها في مصر يبقى عندها ميزانيات كبيرة وضخمة زي ما بقى أنا نشوف لكن في النهاية أصد قولي في توظيف لده يبقى الكرة في مصر بتطلع لفوق الكرة في مصر بتقدم احنا في النهاية مع كامل احترامي لكل المجهودات المبزولة وكل الملائق وعشرات الملائق اللي تم انفقها ما الأهلي هو اللي محقق كل حاجة هو اللي فايز في أفريقيا هو الواحد سوبر هو الواحد كاس هو الواحد دوري لكن في نهاية فكر مطافق معاك طبعا الإدارة فكر إداري استثماري رياضي طب خليني أقولك حاجة تانية على المستوى اللعيبة هل البطولة أفرزت لعيبة تصلح لاحتراف في أوروبا أو حتى تصلح لاحتراف في الدولة الخليجية ماشي الدولة الخليجية السعودية اللي بتجيب بتجيب المشروع برضو الست فرق والأوليين اللي عايزين يجيبوا بنزيمة وكانتي ودلاتي بيظهر صلاح وكريستيانو في حتة معينة ستة أو خمس فرق في الأول أما بقى الفرق مش هتختار من اللي جوة المأملكة أنت هنا في مصر هتبقى جوة الأندية أقصى الطموح هتبص الكبير هنروح للنادي الأهلي ولما فكرتش في نادي الأهلي يبقى دوري شوف اللعيب اللي بيخرج من مصر بيروح فين شوف اللعيب اللي بيجي له عرض بستثناء حجازي بستثناء طريق حامد همراحوا للاتحاد هنروح فين كهرابا كان في الأهلي بيروح فين بركات فين كان في الأهلي بيروحوا فين بقى بعد كده أي العيبة الاتفاق أبهى أندية طب المحترفين الأجانب اللي بيلعبوا في مصر هل يصلحوا للإحتراف في أوروبا مثلا ها يصلحوا للإحتراف في أوروبا برضو جزء كبير أوهي يبقى جوان للأهلي برضو أنا بتكلم عشان برا الأهلي يا كابتن عامل الأهلي أنا بكلم برا الأهلي يعني بص الأهلي لا أنا مش بتكلم عشان أنا منحاز للناد الأهلي أو في قناة للأهلي أنا بتكلم معهم أنا مثلا بتكلم على ألو ديانجو بيرستاو طبيع جدا يا كابتن عامل فرقة واخدى بطولة أفريقيا تجيب أحسن لعيبة في أفريقيا تلات سنين من أربع مواسم وصلت فيهم الأربعة للنهائي وبتلعب في كهس العالم مع الكبار والعالم كله بتفرج عليها وهي بتكسب فرق من كل قرات العالم طبيع جدا أنه لعبتها يبقوا هدف للأنداف كل حتة في العالم هحكم على اللعيب وهو في ما ديه اللي موجود في الكدر الدول يعني فرقة مش تحيص فرقة الأهلي كلها تلاتين لعيب ممكن يلعبوا مش لازم كلهم في تشيلسي ومش لازم كلهم في ماتشستر سيتي ومش لازم كلهم في ماتشستر يونيتد بس هتلعبوا كلهم في أوروبا بس كلهم يلعبوا في أوروبا بالزبط ما بين الدول الألماني والإدليزي والإيطالي لا طبعا مش لهم مش تحيص هتلاقيوا كل دول عندهم المقاومات أو الأساسيار اللي تلعبهم بسرعة جدا في الدورة ده أما باقي الفرقة أو الأفرقة اللي موجودين في الدورة المصري هتقول عليهم مثلا هيلعبوا بس فقادي مش معروفة مالهاش اسم كبير يعني التجهيز والتأسيس اللي موجود عند اللاعب هنا ظهر بإمكانيات معينة لمستوى التواضع لإمكانيات باقي الفرقة اللي عندنا أما بره في حتة تن إيه اللي مستني تشوفه في بطولة الدورة في نسختها الجديدة تكون حاجة ما شفتاش قبل كده مش حاجة لا مش عايزة شوف الدورة كل تلت أيام وأكتر حد مظلوم في ده الناد الأهلي بلاش كل تلت أيام حط جدول يبقى على الأقل خمس تيام المسافة انت حتما تلعب كل تمانية واربعين ساعة كويس انت هتبتدي خمس شهر تسعة وده احنا منكلم الدورة الإنجليزية يبتدي كمان يومين هتبتدي يوم حد عشر انت هتبدأ خمس شهر تسعة عندك توقف غزبا عنك للمشاركة في بطولة قمم أفريقيا كويس عندك مشوار التصفيات كله بتعكس العالم عشر مطشات تقريبا بس دول يمكن مش كلهم الموسم اللي جاي في جزء منهم هيبقى جزء وجزء مترحل هيبقى مترحل شوية بس عندك أقصد أقول ارتباطات لمنتخب مصر أكيد فيتوريا هيعمل معسكرات أكيد فيتوريا هيلعب وديات يعني مش بس ارتباطاته بالمطشات الرسمية عندك مشاركة الأهلي في السوبر ليج من أنا قلت مبارح من 20 أكتوبر ل11 نوفمبر عندك مشاركة الأهلي وبيرمتز في دول الأبطال عندك مشاركة الزمالك وفيوتشر في كونفدرالية عندك الأهلي سوبر أفريقي عندك الأهلي كاس عالم أندية فأنت عندك شوف اللي هدك بيقوله ده كله كنم موجودين مع بعض طب ولو الأهلي كان في الربطة أما عتذر ولو الأهلي في بطولة عربية كنت هتلاقي الأهلي بالعمل لغاية دلوقتي لغاية دلوقتي لا لغاية دلوقتي لسب الربطة لسه مخرHay لسه موجود حتى لو أحققت كاس الرابطة كنت تلاقي جزء معين وبعد كدا راحة وبعد كدا هتلعب كاني أنا بيوجب منك كنت معاكس الرابطة أنا شخصيا يعني كنت معاكس الرابطة في أني ألعب بفريق كله من النشئين أنا ممكن أعيدك فوقي القيام من النشئين هم اللي يكملو يعني يعني نشوف العناصر كده تاخد فرصة في مطشط رسمية على مستوى كبير لفل منافسة أقوى ممكن نطلع بواحد ولا باثنين ولا بثلاثة ممكن كولر ما بيحبش ان الاهل يتحطى في جملة مفيدة تقلل من نفسيات اللعيب ان انا مش عايز اشترك انا عايز النشوة اللي انا عايز فيها بتنطبع على كله ناشئين ودرجة اولى وإداريين وعمال الماكس بس دي بطولة يعني طول عمرها يعني مهيز بطولة يا كابتن الاهل يتعود ان ما بيخش في بطولة لازم بيحقق ما بيبقاش ضيف شرف لما انت لعبت قبل كده كسر رابطة بالنشوة لعبنا في كل حتة مفيش نخبة وبطولة عربية وصوبر كل لعبنا كل حاجة الاهل ما بيخشش في بطولة غير ما بيكون محدد انه رقم واحد ما بيحبش يبقى وصيف حتى فدي بتبقى انطباع جوة اللعيبة الهدف اللي احنا بيتحققلك اذا كان مدير فاني او مجلس داري بيقولك البطولة دي انت فين مش البطولة دي لعبها تحصل حاصل احنا وصل بنا ان في بطولة عربية كان بطولة عربية تلعب في تونس واحنا بلعب ماتش اسيوبي هنا في مصر في الاتين بلعبه في وقت واحد ناس بلعبه هنا البون الاسيوبي البون الاسيوبي اتنين الاثنين وهناك كنا بناء بطولة عربية اللي كان فيها هدف البطولة كان عالي ماهر شوف في وقت واحد في الاتين موجودين 22 لعيب هنا و22 لعيب هنا مطلوب منك أنك تحقق هنا ومطلوب منك تحقق هنا وهنا كانوا صغيرين وهنا كانوا كبار حتى من الخواجة كان موجود هلما ولعبنا برقم 2 اللي اطمأننا على المصابين لعبنا في ماتش صفاقس فرقة كاملة خالص فول تيم من فرقة صفاقس وإحنا كنا معظمنا المتعور والمصاب واللي رسا يراجع من إقاف وحققنا اللي احنا عايزين لكسبة 2-0 ايه أصحب تحديات قدام فرقة الأهلي موسم اللي جاي بص الراجل عود لعيب الحاجة اللي انت خايف منها شخص يعني مش خايف منها مش خايف بس أنا ليه طموح معين نفسي في كاس العام لأندينا بقى في حتة تانية خالص مع الراجل ده رغم يوجود السيتي الراجل ده عنده طموح لمالة نهاية سقف طموحه منه السماء على طول ما فيه سقف للطموح هو مقتنع بإمكانياته ومقتنع بقدرات لعيبته فهيوصل هو بيهم للهم عايزين الفكرة أنه النص الأول من الموسم هو النص الأتقل واللي فيه أصعب يعني البطولات اللي أهلي يشارك فيها انت في النص الأول من هنا لغاية قبل يناير هتلعب كاس عالم وهتلعب هتبدأ مشوار دوري أبطال وهتلعب بطولة السوبر ليج وهتلعب كاس سوبر أفريقيا كل دوت من ضمن فترة الأعداد انت مش غريب بص انت متتخيلش أن اللي عشرين ولا واحدة عشرين يوم دول هيبقوا أجهزة سلبية لا بعد خمس ست يام هتلاقي فيه برنامج كل لعيب عرفه بيشتغلوا لغاية ما هيرجع يبقى المسافة يعني فقط 2-3 من 10 أما السبعة من 10 سابتة انت بعد خمس ست يام الراحة السلبية هتخش بقى في برنامج معين كل لعيب عرفه وهيبقى فيه اتصال ما بينه وما بين ميكيري وما بين الخواجة وما بين جامبرلي وأندويا هتوصل بحتة معينة أنك ما تاخدش وقت لفترة إعداد جديدة فترة الإعداد بتاعتك هتبقى مبسطة بس أنت عاملها مقننة عامل فترة إعداد مضغوطة بسيطة بتدي فيها قصة من الراحة كويس وفي نفس الوقت بتفوق لعيبتك والعامل النفس في الوقت ده اللي عيبة المصرية أكتر من العامل البدني لعيبت أن أخذت من الست بطولات برا قصة العامل كل حاجة فمطلوب منك كل حاجة في اللي جاي فكل واحدة يبقى فيها راحة الجدد جدد واللي خفى من الإصابة كل واحد عايز يقدم أوراق اعتماده للراجل بأسلوب جديد بفكر جديد بمستوى جديد عايز أقول أن أنا بفحر مكاني أو بحجز مكاني أو المقعد لنا عايز أحجزه عشان الراجل يبقى عارف أنا فين أنا منين مع النادي الأهلي في المسلم الجديد حاجات كتيرة كله هيبقى بيجهز نفسه وشادد جامد عشان من البداية تبقى بداية مشرفة لللي انتهى منه النادي الأهلي اللي انتهينا منه هنبدأ به زيادة عليه هو ده إمام عصور ريدا سليم عودة أكرم توفي عودة كريم فؤاد عودة كريم ندفد شايف إزاي الأسماء الجديدة اللي دخل على الفريق في الموسم الجديد مين منهم ممكن يكون صاحب بصمة مين منهم كابتن عمر الحديدي يراهن عليه كواحد من أهم لعابة الأهلي في الموسم الجديد نتطفق أنه مفيش حاجة غريبة بالنسبة لأكرم وكريم فؤاد وكريم ندفد مفيش غريب ولو حتى عودة صلاح محسن مش غريب على النادي الأهلي هتيجي تبص في اتنين لعابة إمام عشور وريدا سليم أنا بطراها على الاثنين يعني حصانين مكسب في السبق بلا شك إمام التزام 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 كورتك حدث بالأحراج أنت راجل لعيب كورا كويس تزديدات بجد ألعب الهواء بتلعب في مركز واثنين وثلاثة وعشرة ريدا سليم من البداية يمكن أنا أول واحد قلت لحضرك وإحنا هنا حمدي فتحي ومشت النادي الأهلي حمدي فتحي ومشت النادي الأهلي ليه قليل الكلام مركز اشتغل مع كل مدير فني جيه بعرف أطور منه اللي أنا عايزه يمكن حتى الكلام مع كيروش في نادي الوكرة على حمدي قال له ده وماشى تانية هاتها وانت مغمض يعني بص الكلام عن حمدي بالإجماعة ريدا سليم حاجة تانية إيه هو إمكانيات قوة صغر السن فواء لثلاث العيبة حسين عبدالقادر وتاو يعني إيه فواء أنا يعني المنافسة أستاذ أحمد آه طبعا طبعا طلع اللي عندك طبعا مش وجوده معهم في الملعب يبروز قدراته مش ده النادي الأهلي انتهى كل واحد فينا كل واحد هيبين إمكانياته أيه بس ما تنكرش كابتن عمر إن في أوقات كتير جدا نجومات لعب مش هقول أسمعش ما محدش يزعل ممكن نستخدمها بحاجة سلبيعي بس في نجومات لعب سبب رئيسي بفيها وجود لعب تاني جنبه في الملعب فاهم قصدي إيه يعني 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 مهاجم معين لما يبقى عنده بلاي ميكر معين آه طبعا إمكانياته ببين لما يكون عنده حد لو هو بيلعب هوا كويس أو علعب هوا كويس لما يبقى عنده حد بيلعب العرضيات اللي هي الدواء برضو بتساهم بشكل كبير جدا في نجاح هقول لك على حاجة من غير يعني من غير دبلوماسية وكسوص هديك مثل أنا هقول لك بقى مثل من اللي بيلعبه دلوقتي لا أنا هديك مثل في القديم بلاش في اللي نقول عصام ونادر عصام الحضري ونادر السيد أما جي نادر عصام كان مش طبيعي بطولة أمم ستة وثمانية وعشرة عصام في حتة تانية في نفس الوقت تفتكر لو نادر ما كانش جيه كان عصام خصبا عني هو ده طبع اللعيب المصري بتوصل لك هدوء معين كده بتبقى أنت وثق أنك أنت مثل اللي هتلعب لما تحط رجل على رجل خلاص أنا هلعب 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 يعني احنا كنا في نادر أهلي كابتن علي عبدالصادق مشير كامونة يوسف وأنا وبو الدهب وجمال السيد سبعة بيلعب ثلاثة بيلعب ثلاثة مننا أنت بقى تموت نفسك إزاي واحد بيشط حط وشك عشان تثبت للراجل اللي بره أن أنا موجود كل واحد عايز يثبت نفسه بطريقة معينة هديك مثل اي شناوي بسم الله ما شاء الله مصطفى شبير حمزة علاء مخلوف بسم الله ما شاء الله هاني من الطب اللي حرس المرمى معلش اه طبعا من الطب مش محتاج هاني أنت بتتكلم هاني وخالد وأكرم وكريم بص أنا أتكلمها في جنبه واحد بس أربعة والأربعة يلعبوا والأربعة يلعبوا متولي ومحمد عبد منعم وده أحد أسليب الخواجة اللي بيحب يحضر وياسر ولا ياسر هذا أربعة عايز منهم اتنين عالم أربعة قليل يا كابتن عمر ما أربعة قليل بس أنت بتستعمل تستعمل هاني جوه بتستعمل خرد عبدالفتاح جوه سهلة مش صعبة ماشي مروان سيب علي أعلي في حتة تانية مروان تعالي الله يكون فعون مروان ديانج ندفت لا النص أنا مش ألم منه ها انت عندك فريتين انت ممكن تعمل فرقة كلها لعب فريتين لا أعمل فرقة كلها خط النص ها طبعا يعني خط الدفاع وخط النص أبهولك اكتشاف جديد لكورة اللي يلعب فخري أما كان موجود باكريت واكتشاف ملاعب طهر يعني انت ده انت عندك الجنب ده اللي كان ما عندكش في الجنب ده حد اكرم هتستعمله في نص الملعب طبعا كريم فؤاد اختياره للراجل ان هو بيلعب اكرم يلعب نص ملعب ولا اكرم يلعب بكي مين احتاجتوا في الباكريت احتاجتوا مصمار في نص الملعب حدث بالحرك يشيل فرقة لوحده بسم الله ما شاء الله ملعب زحمة جدا ماشي بس انا هعوز اللي بينفزلي في واحد بينفزلي كل الطرق همسك فيه عشان هو اللي بيقديلي هو القماشة اللي قدر اشكلها اشكلها زي ما انا عايز بطريقة لعبي برستاو ولا رضا ولا حسين ولا عبدالقادر ولا رضا سليم ولا امام انت بتتكلم في في قماشات قماشات كلها مع مقص دار زي كولر يقدر يشكلها زي ما هو عايز واللي نقص فيرويد فيرويد بمعنى ايه فيرويد الحاجات العرضية بيعملها علي معلول الحاجات اللي بفيها ايجادة العاب الهوى والحاجات دي انت اكتر هدفك السنة دي هتلاقيها محمد عبد المنعم اربع هدفة افريقيا كهربا برستاو واستعملت حمد فتح في حاجات معينة جوه السندوق اللي هو شادر السراكر الفرويد الخاف اللي متداري وقالو ديانج كان بيعملوا الدور من ناحية تنمين عشان يقلل الضغط على برستاو الربط بينه وبنهاني وانا اللي غير مراقب يعني كل النادل الاهلي بيتفاق كل اللي بيلعب النادل الاهلي بيذاكر تاو حسين ما بيفكرش اللي جاي اللي جاي بقى الو ديانج اللي جاي امام اللي كان حمدي موجود اللي جاي افشا اللي جاي القندوسي كل الحاجات اللي في العمق اللي وانتو الحاجات اللي فيها الشغل الجمالي لنادل الاهلي بيشتغله اما الجنب اللي مين قلتش كريستو يعني لا كريستو كريستو جاي انا مقتنع بكلمة الكابتن طري دياب كريستو امل الكرة التونسية في القادم كريستو تكملت مشوار النادل الاهلي من النجومية صغير وبيتعود صغير وبيأخد بيأخد من الخبرات بيكتسب حاجات في الفترة اللي جاي مش حكمي عليه لعيب هاي الحكمي عليه هو في منتخب ناشئينه لعيب فاز لعيب فاز شغله او شخصيته قبل ما نقول كريستو نقول علم علول علم علول وجوده اما كلمه ولا انيس بو جلبان ولا كابتن طري دياب ولا علم ما استقبله في مصر عرفه يعني النادل الاهلي لازم لازم تحتضن صغير السن لو هاته ميكبر وسط الكبار وهو بالفعل كلهم يقدر يكون لي دور في الموسم اللي جاي مع العتاولة اللي موجودين في خطة جميلة دي يقدر امكانيات تسمح له بدا راجل يعني مع مع تعود شغل كولر مع تاو ومع الشحات ومع رضا ومع طاهر ومع بكادر ومهاري وصرعة بسم الله ما شاء الله فائقة لو وظفته في حتة تانية ممكن يكون فينا كابتن عمر لو انت بصيت لكريستو كده وحبيت انك انت تقول انا هستخدم امكانيات كريستو في مركز تاني في المرعب الحر اللي تحت الفرود جوكر حر الحر حر اللي هو ايه اللامركزية ناحية اليمين وبيشتغل وبيشتغل مرعونك وبيشتغل جوه وبيسدد ورجلها على الفطري جون من ناحية الشمال ويحصل ربط بينه من العالم معلول اللي تحت الفرود الحتة دي اللي هي اللامركزية تحت الفرود يعملها على اعلى مستوى اذا كانت على الاطراف او اذا كانت من العمق بس الماتشات الكتير اللي هجيب كريستو اللي انت عايز تشوفه كريمة دي بيس محمد اشرف وراء علي معلول قال المعادلة تكفي كابتن عمر ولا شايف انه تكفي تكفي بس برضو استمرار ما تشاط كتير كاس عالم وسوبر ليج وتشامبينز ليج تسيبك من المحلي انا ما بقلقش خالص من المحلي يعني لا وفي واحد انت ما استبعدته هتستعمله كوكا اه مش مكان كوكا لعبها 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 يبقى انت الخمل عندك وهو مش مكانه الاصل ها هفليفت ده بلعب ديفندر ديفندر بيشتغل فيها كويس جدا يعني في مبارات نادل الاهلي ومكسب اتراهينت انه يبقى من اوفزا ماتش رغم ان اللي كانوا موجودين في نجوم بس هو اللي لافت نسبة الباص بتاعته نسبة الاستحواز نسبة القطع للكرة دخل في 97% يعني انت بتعمل احصائية وبتعمل ارقام في وسط الكبار اي حاجة توصل لخط الظهر واحرص المرق يعني عندك خط نص فلازي صفقة وحيدة تكفي انت شايف انه صفقة المهاجم تكفي وبقى كده الاهلي فروض الموضوع منتهي هترضي كذا حاجة هترضي شغل كولر الحاجات العرضية اللي هو هو النفس يشوف الفروض اللي هو من انصف الفرص لو جاله 11 يجيب 13 ازاي ما عرفش هو الراجل عايز واحد بهجام وفي الصندوق وبيجي دع العاب الهوى وبيجي دع التزديد وبيجي دع عايز فروض مكتمل من نوعية متعب في لافيو الحاجات اللي احنا عارفينها دي في نفس الوقت انت ما بتستفد من علم العلول في الحاجات العرضية او محمد هاني الحاجات اللي فيها تاكتك فيها فيها شغل فيها جمل فيها الوان ستري وفيها الحاجات اللي بيبقى موجهة يعني هاني بيوصل لغاية لغاية الكورنر عشان يعمل كورنر بالعرض يبقى احنا عارفين من اللي جاي بيظهر فيه اكتر لعيبة نص الملعب اما الفروض المحطة اللي يعرف يخلي جبهة النادي الاهلي ويقلل الضغط على لعيبة نص الملعب ومن ثلاث اربع فرص يجيب اربعة تجوان هو ده اللي نقص طيب ما فيش شك ان كل الموسم اللي فات الناس كلها اجمعت انه في لعيبة ظهرت معاه بمستوى رائع او انه هو شخصيا طور في اشتغل عليهم فطور من مستوىات اداءهم نفسيا بقى فنيا لا كلهم فنيا بدنيا يعني في وقت برضو بيبقى نفسي اخد بالك انه انا عارف انه اللعيب المصري دي تركيبة كده لما تعفت تدخله منها تطلع في تاخد فاكيد الراجل ده برضو قدر يستوعب بص السلح وخصوصا اللعيبة دي بتاخد بتاخد وقت مش بس بتاخد وقت بتاخد شحنة ضغط من جمهور في وقت كتير جدا ممكن بيرحمش اكتر ناس استفادت في حتة معينة الجزء المهاري والجزء النفسي والجزء الايجابي في الملعب تاو تاو هاني هاني حمدي فتحي التشكيلة الجديدة والاسلوب الجديد المتطور اللي لقيت بيه حمدي طبعا المنافسة الجميلة اللي انت استفدت بيها اكتر واحد نادل اهلي حسين وعبدالقادر هو الجزء التاني او الجزء من السؤال الاساسي مين اللي يستنى كابتن عمر ان يشوف بصمات عليه الكولر تظهر بشكل واضح زي ما ظهرت مع الاسماء دي المسم ده في المسم اللي جاي يعني مين اللي انت حاسس انه امكانياته اكبر بكتير جدا من المستوى اللي ظهر عليه المسم اللي فات وتنتظر من مرس الكولر يكون ليه بصمة او دور مع الاسماء دي بحيث النقلة اللي حصلت زي ما انت قلت مع تاو مع الشحات مع حمدي مع هاني مع امام امام ازاي توظف امام كولر ليه اخترت امام اقول لك انا امام بيجيد 3 اربع حاجات اولا هو شخصية شخصية في الملعب سنين يجيد التزديد بالقدمين يجيد العاب الهوى يجيد تقدر تشكلك وماشي تلعبه في اي مركز في الملعب انت مستنيه في ايه في كل حاجة لا انت شخصيا المركز يعني المركز اللي تحب تشوف فيه امام معبر عن امكانياته كلها بوكس الغير مراقب الغير مراقب لا 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 تحت الفيروين وياخد الجنب الشمال ويشتغل بامكانياته التزديدات اللي التحامات ولو حبت تستخدمه في جوه الملعب في تغيير اداء او في تغيير طريقة لعب امامي يقدر يعليلك الكفة دي زي مراوان لو انت بتلعب اربعة ثلاثة لا تقول مراوان طب اتنين واحد اربعة ثلاثة هتلاقي مراوان طب لو مراوان بعد الشرح حصل اي حاجة يقدر مين يلعب لستة ديانج ومين يديني الحتة الهجومية بلعب ستة وبلعب اربعة وبلعب تمانية وبلعب عشر الممع شوهر بلعب ستة وبلعب تمانية وبلعب عشر ممع شوهر وبلعب اتنين وبلعب تلاتة بكريت بكليف اي في لعيب كده مكتمل بيحل الالغاز والدوشة في دماغ المدير الفني ان انا اقدر بامكانياته العبه في اي مكان وهو يقدر يكاف يعليلي دي ويعملها لي محمد عبد المنعم انت لعبت بكريت مع كروش فجأة اصابت عبد حجازة ومت بدخله بقى في الحتة دي ايه قرر من مجلس ضبط النادل الاهلي الرجوع محمد عبد المنعم بعد كياس العرب ورجع الريعب في الحتة دي وهم كمله يعني في ناس كده لعيبة وماش تقدر تشكلها زي ما انت عايز احنا كلمنا على اكرم كريم بداياته يعني هو اساسا كريم طول عمره بلعب باك يمين او باك شمال لما جي كولر وظف كريم اللي بيعمله وقالو ديانج دلوقتي وبرستاو لا كمية عب جناح يمين واضح وصريح هو زي برستاو ومش بس كده ده كان هدف الفرقة ايوا لغاية قبل الاصابة هل كريم يرجع في نفس المركز اللي وظفه فيه كولر ولا شايف انه كريم يتم توظيفه في مركز تاني هو كريم اوتوماتيك اول لما بدأ مع كولر كان بيجمع ما بين الباك رايت وساعتك بتستعمله في الباك ليفت في الغيارات في وجود موسيماني اما انت جيت لعيبته عايز تفكره بعد تاو روح المنافسة بقى انت هيعمل لك الجزء بتاعته وهيعمل لك الجزء الهجومي بتاع الو ديانج اللي هو الشادرس راكر الخافي اللي بيجي من تحت الجناحين او بيجي من تحت الفيرويد هو هيبدأ من اللي انتهى منه الحتة الهجومية اللي بتخليني كنت قبل الاصابة اربع خمس اهداف بنزل لحل فهو خلاص هو تعود على ده والراجل وظفه في ده وشافه في ده مش هيشوفه في حاجة تاني كولر مش هيشوفه كريم فوقت في حاجة تانية في الحتة دي افضل من وجهة نظرك افضل لعيب الاهلي لمسلم اللي فات ده في كتير مش واحد بس بس يعني هقولك على حاجة الشناوي لا وجه مقارنة الشناوي في حتة تانية عم مين عم عبد المين عم اه طبعا تاو حسن الشحاب مروان زي الشناوي في حتة تانية يعني الراجل بيلعب السهل الممتدع بيدور على السهل وبيمنع الضغوط على خط ظهره وبيمنع اي هجمات توصل لخط ظهره وحرص مرمى الراجل بيشتغل بهدوء الهدوء ده والتركيز ده هو اللي مخلي مروان في الحتة دي تقدر او تتوقع انه الاهلي يقدر يحقق علامة كاملة المسلم اللي جاي رغم صعوبة الموسم ورغم زيادة العدد البطولات اللي اشارك فيها مع الراجل ده هل مطلوب من كولر وهل جماهيل تنتظر من كولر نحقق كل علامة كاملة انت من غير ما تعرفه وقدم لك جزء من اوري اعتماده ما ده يمكن يعني ما تديله افضلي فكرة انه انه انا مش مطلوب مني او الناس مش مستنيه مني ده في حد ذاته بيديني اريحية وانا شغال غير لما بقى عامل ده ومعروف ان انا اقدر اعمل ده فالناس كلها تبقى بيستنيه مني ده ده ممكن يأثر برضو بشكل مختلف ما انا هقول لك الحاجة انا ما كنتش اعرف جمهير النادل الاهلي وفجأة بيتعرفها انه هو اللاعب رقم واحد دلوقتي انا حققت العلامة الكاملة الخمس بطولات من ست بطولات برا كاس العلام الخمسة خمسة اللي جاي صحح وعدل واشتغل ومش مطلوب منك اقلي من كده عشان هو قراره ازاي اسعد الناس دي ازاي اسعد جمهير النادل الاهلي وحقق كل حاجة وامايل جملة في مؤتمر صاحب قالك انا راجل مفجوع بطولات ما باش بعش انا جاي عشان ده انا عايز اكمل ده بص الجملة الجملة اللي قالها قالك الاهلي انا عايز ده عايز الشكل ده عايز احقق ده الاهلي يوصق فيها بجماهيره ومجل الصدارته ولعيبته ان انا هقدر حقق ده وانا بشغلي ويعني اسلوبي لأيك الاهلي تقدر تنقفز ده هسألك سؤال محدد اكتر تفضل كل البطولات اللي دخلها الاهلي الموسم اللي جاي الجماهيره عندها قناعا انه يقدر يوصل لقب ويبقى فيهم لقب دوري الابطال البطولتين اللي ممكن يكونوا صعب توقع نتجتهم او متقدرش تقول انه هم مضمونين في الجيوب الاهلوية بطولة كاس العالم الاندية وبطولة الدولي الافريق اللي هي السوبرليج متفق مع ده الاول بداية ولا لأ لا انا اضم واحدة واقول كاس عامل ايه بس كاس عامل ايه بس شاف ان السوبرليج بكل الدوافع بكل الدوافع وبكل لعبة الناد الاهلي وفي شخصية المدير الفني كله سنداونز ويداد ايا كان هاعد اسمع كلمة سنداونز اسمع سنداونز مرة واحدة في حياتي اللي هو ايه مرة مش هتكرر وانا بقولش سنداونز خد بالك أنه هنا القصة مفيش بقى شامبينز ليك بأدوار تمهيدية ونقط تعويضية وهزيمة حاول تعوضها في مش عارف إيه هنا في ضرب نار الكبار في أفريقيا كلهم مشاركين في البطولة خلينا اتفقى كابتن عمر آه الأهلي هو سيد السيد أفريقيا وكبير القارة وزعيمها ده ما فيش شك فيه لكن بطولة زي دي أكيد صعبة ما قلت السهلة وما قلت الصعبة قلت هي في المتناول بإمكانية لعبة الناد الأهلي وشغل المدير الفني يعني مثلا هتحطها بره الدور وبره البطولات اللي أنت تلعب فيها سبعة دي هتحطها في حساباتك تسعة هتحط في حساباتك أن البطولة دي مختلفة والدوافع ما تنساش برضو لأنه أنت بتكلم على أكبر جوائز مالية في تاريخ المسابقات الأفريقية كلها الناد الأهلي مش بيفكر تملي أن أنا ما بفكر على بطولة أو هلعب في أفريقيا أبقى من الأربعة الأوائل عمرنا ما تقلنا كده عمرنا ما حسنا بالشعور ده تملي بيقولك الأول الوصيف لأ تخيل كابتل صالح الوصيف لأ أو جملة واحدة بس أو جملة واحدة تحلم بإيه في كهس العالم الأندية يلال يلعب نهائي يلال يلعب نهائي ونهائي ونحق إن شاء الله بإذن الله غورت الدنيا كابتل عمرو مبروك الموسم اللي فرح كل الأهلوية وإن شاء الله الموسم اللي جاي يكون فرحة أكبر وإحنا إن شاء الله الموسم اللي فيه الخمس بطولات يتحطوا قدامنا كده ونعمل فيه حاجة أكبر أكيد هيبقى فيه كمان يعني أنت موسم استثنائي والناس ملحقتش تفرح الناس خلصت ماتش المصري وميستر كولر سافر ودهم راحة بس أكيد طبعا هلازم فيها احتفالية كبه مختلفة إن شاء الله إن شاء الله نهارت الدنيا وبشكرك على وجودك معناك حبيب أستاذ أحمدان المفصول سأسعدك دائما في السادسة وبشكركم على متابعة حلقة النهاردة بكرة حلقة بداية الموسم هنبص فيها على ملخص الميركات وهنبص فيها على بداية الدوريات الكبرى أتمنى إن شاء الله بإذن الله أنكم تتابعونا في نفس المعاد السادسة على حش الأهلي تحياتي لكم